حوار جدة يلد اتفاق الرياض الاتفاق بمسودته النهائية واسمه الجديد بات جاهزاً للتوقيع النهائي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في غضون الساعات أو الأيام القليلة القادمة وفقاً لتصريحات متطابقة من مسؤولين سعوديين وآخرين في الحكومة الشرعية مصادر في الانتقال الجنوب أفادت بأن هذا الأخير وقع على المسودة الأولى من اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية ويقضي في أهم بنوده بتشكيل حكومة كفاءات سياسية يعينها الرئيس هادي وتضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية سيحصل المجلس الانتقالي على حقيبتين من بين 12 حقيبة فيما توزع بقية الحقائب على المكونات والأحزاب الجنوبية الأخرى بموجب الاتفاق سيعود رئيس الحكومة الحالي إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظة اليمني المحررة كافة على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن ويمنح الاتفاق التحالف وهو صيغة فضفاضة لم تعد تعني سوى الرياض بعد أنباء عن انسحاب عسكري لأبوظبي من اليمن حق الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق أما في شقه العسكري فيقضي الاتفاق بإعادة ترتيب القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية لتحقيق الأمن والاستقرار فيها وحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكوينة الشعب اليمني وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب دون ما إشارة هذه المرة إلى استحقاق دحر الانقلاب في صنعاء المصدر السعودي عبر عن تثمين بلاده للدور الإيجابي الذي قال إن الإمارات لعبته للتوصل للاتفاق الذي قال أيضاً إنه يحترم مطالب المكونات اليمنية كافة بما فيها القضية الجنوبية لكن من خلال الحوار والعمل السياسي قيادات بارزة في الشرعية يتقدمهم وزير النقل صالح الجبواني عبرت عن الامتعاض وحذرت الرياض من المضي قدماً في تمرير اتفاق يكافئ الإنقلابيين الذين يتعين وفقاً للجبواني أن يساقوا إلى قاعة المحاكم لا إلى كرسي الحكومة لأن أي اتفاق معهم سيعني فشل التحالف ولن يكتب له النجاح كما جاء في تغريدة للوزير الجبواني تصريحات ربما تفسر لماذا لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن موعد نهائي لتوقيع هذا الاتفاق أكثر من أربعة أعوام ونصف من العبث والفوضى والاحتراب والانقلاب في جنوب البلاد تحت أنظار الرياض وأبوظبي ودعمهما الكبير ها هم الانقلابيون الجدد كأقرانهم السابقين في صنعاء يحوزون قسماً من تركة الدولة اليمنية وأعينهم على الهدف التالي